بعشرات الحالات تكتظ مستشفيات بغداد بالمختنقين نتيجة العاصفة الترابية التي حلت ضيفا ثقيلا على صدور أهالي العاصمة مع ساعات الصباح الأولى وتراوح الحالات بين متوسطة وشديدة الكواجر الطبية تستنفر الجهود لكافة عناصرها من الأطباء والممرضين لإسعاف الحالات مع تعاون لعناصر الشرطة المجتمعية التي تنقل الحالات إلى المستشفيات موجودة كافة المستلزمات من حيث أكسجين، أجهزة نمبولايزر البخاخ، أمبولات ديقادرون، هيدروكورتيزون هذه الأشياء الموسعة للقصبات، كلها حاضرين لها، موجودة كافة المستلزمات الأعمار التي وصلتنا متوسطة إلى كبار سن، والحالات التي وصلت من متوسطة إلى شديدة، تم علاج جميع الحالات طبعا مختلفة، عندنا حالات تحسسية، حالات الأمراض المزمنة التي تكون أسوأ بالنسبة حالات التلوث التي تصير، حالات التحسس، نتيجة تلوث الجو أصبح أصعب وأكثر مضاعفات عند مرضى الأمراض المزمنة وأصبحت العواصف الترابية تضرب البلاد بشكل شبه يومي دون حلول حقيقية مع توقف كامل لمصالح الناس في بغداد والمحافظات، وخسائر تقدر بملايين الدولارات في مستشفى واحد حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وصل عدد الحالات إلى ثلاثين حالة مع توقعات بارتفاع عدد الحالات، مع اشتداد العصفة الترابية في الساعات المقبلة من داخل مستشفى الشيخ زايد ببغداد أنسوسف، قراطة الفلوجة